بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآك وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفترن عنهم سيئاتهم ولنجزنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك وليقولن إنا كنا ما كم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تابعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملون وليحملن أثقالهم وأثقالهم وليسألن يوم القيامة ونحمل خطاياكم وما كانوا يخترون ويقولن نحن نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم طوفان وهم ظالمون فأنجينا هو أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واستقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتهوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لك إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وإليه تقلبون ويزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قلقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتقذتم من دون الله أوثى من مرضة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوف وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب واجعلنا في ذليته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب وصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا يا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا قالوا إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فينا لننجينه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين قالوا وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخفوا ولا تحزن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِنَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ من الظَّابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانَتْ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاذا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامال وقارون وفرعون وهامال وراءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه وعليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من أغرقنا ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومنهم من أغرقنا ومنهم من أغرقنا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها لا للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقفته بيميني إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يتلى عليهم يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون يوم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ترجعون والذين آمنوا واملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ووسطر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسك الرزق لمن يشاء من عباده لي ويقدر لك إن الله بكل شيء عليم وإن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ما ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الزار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لهم دين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فسوف يعلمون فسوف يعلمون فلا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى قال الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين